اه حمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الأحبة الكرام دعونا نستمع لهذا الحديث القدسي الذي رواه أبو ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وإنسكم وجنكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه رواه مسلم هذا الحديث من أعظم أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الأحاديث التي يرويها عن ربه تبارك وتعالى وبيّن في البداية حرمة الظلم وأن الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئاً لذلك على المؤمن أن يؤمن بقضاء الله وقدره وبحكمته في توزيع الرزق وكل ذلك ويحذر أن يطعن في حكمة الله أو في علم الله أو في رحمة الله ويعتقد أنه مسه بشيء من الظلم فحاشر لله سبحانه وتعالى وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ثم بيّن أن هذا الظلم أيضاً محرم على العباد ونهاهم عن أن يظلم بعضهم بعضاً إذن على المسلم أن يحذر من أن يظلم أحداً سواء بكلمة أو بفعل أو بأخذ مال أو غير ذلك من التعديات ثم بيّن أيضاً أن الإنسان لا يمكن أن يهتدي إذا لم يهده الله وأمرنا بأن نسأله الهداية وعلمنا ذلك في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم فكل إنسان لا يمكن أن يهتدي إذا لم يهده الله فإذن تسأل الله أن يهديك أن يبين لك طريق الحق وأن يوفقك لسلوك طريق الحق وأن يوفقك للثبات على هذا الحق حتى تلقاه غير مبدل بل على حسن خاتمة ثم يبين أيضاً غناه سبحانه وتعالى عن عباده فإن طاعتهم لا تزيده شيئاً كما أنه إذا عصوه فإنه لا يضره شيئاً فالله سبحانه وتعالى غني عن العالمين ولا يضره كفر الكافرين ولا معصية العاصين لذلك على العبد أن يقبل على الله سبحانه وتعالى وإذا أطاع لا يشعر بأنه يقدم شيئاً لله أو يقدم شيئاً للدين بل هذا من فضل الله سبحانه وتعالى وفي نهاية الحديث يبين الله سبحانه وتعالى أن كل شيء قد أحصاه فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يرى ومن يعمل مثقال ذرة شراً يرى إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيراً فليحمد الله فإنما وفقت إليه بفضل الله وبحمده وإذا كان غير ذلك فلا يلومن العبد إلا نفسه عليه أن يحاسب نفسه وأن يتوب إلى الله وأن يستغفره نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا أجمعين وأن يغفرنا ذنوبنا أجمعين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة